هل العدد معتبر في إثبات التعديل والجرح في الرواة أم غير معتبر؟ نحن نتوقع ونحن نتوقع ونحن نتوقع ونحن نتوقع ونحن نتوقع ونحن نتوقع هذه الآن ثلاثة الأرعى الأول إنك وقال القاضي مديني القاضي معنى قصة السيس أبو بكر الباقي اللاني هذا هو المقصود إنك يثبت الجرح والتعديل بواحدين ما ينطقط؟ هذا رأي الأحناف؟ ما ينطقط؟ فلان الجروح سيعدل سيجرح سواء تعلق الأمر بالرواية أو بالشهادة يعني ممكن أن تطبق الجرح والتعديل في الرواية وفي الشهادة عند الإشهاد بواحد ما ينطق ديون يجرح فهو مجروح هذا رأي قاله معظم الأحناف أو أكثر الحنفية ولكن هو يظن الخاطئ أو كيف يقول إن كان يكفيه ما يكفيش لذلك أهل الحديث وكثير من الفقاء من الدلاء لازم العدد كان يقول لك على الأقل سين كان يقالك ثلاثة يقالك عشرة يقالك يكون خبر مصطفيظ لأنه يكون المعادد القيام بإما أنه يكون هناك كثير من الدنيا يقالك لا يستطيع أن نعني إذا أردت هذا الخام، فإنه سمحيه وخامه لا يصحى الكواريس أكل لا يصحى الكواريس ما يقولون أكل؟ أفنان المكفان الأفني فقط بلها أكل نساء الحبوس يتسوحبس وأكل الهين يتسوحبس إلى ذلك الحبوس عقد وقف عقد حبس موثق ومشهر وكذا إلى أخيره وتجري عليه قوانين توثيق منها القانون 1-19 المعدل 1-0107 قوانين تعل الأوقاف سوف يدف ضمانه مشكلة لذلك أصحاب الرأي الأول القاضي الباقلاني يؤذف مثالك قرمين ليون انتقديون ولكن من أهل الصنعة لا يوجد أي شخص خطرة لا يوجد أي شخص الله يرحم الشيخ الغزالي يقول الملتقى الشيخ محمد الغزالي ذكر داك أيهم يعني ربي يهدينا ويهديه سيقر ماذا صحابا أنا مثل الدرثين الفقهة أبو حنيفة الإمام ملك وكذا الناس هم رجال ونحن رجال سيقرد الناس حتى تصبح رجولا لا يوجد مهتم لا نقاط السياق نعم سيقرد 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 السياق السياق لذلك يشترط العدد هذا الرأي الثاني هذا ممن قال يعني كثير من أهل الحديث وكذلك الفقهاء ولكن إلا رأي نظن دينان يكفي واحد في الرواية أما في الشهادة لازم شو زوج وقرأي آخر ما هو المعني إذا تعلق الأمر بالرواية يكفي الواحد إيوني يكفي نسمع حجتكم نسمع لماذا قبلتم خبر الواحد حول عدد فلسد يعني إن الشيء لا يزيد على أصله لا ليس أصل الحديث قبلته رواية الواحد وبعدين نسلق إلى قشرة لا لا قبلت وهذا هو الحق إنه كذا تعلق الأمر بالرواية نقبل الواحد هما لا نسيق الله لا نسيق الله ولكن في الشهادة فلا إنسان نصر شرعي استشهدوا شاهديني برجالكم خطر الرواية إخبار بعام نعود إلى الأرض وشكنا نتحدث لا ترافع فيه كما قال المصنف ابن تاج دين سبكي تاج دين سبكي أما في الشهادة لا الشهادة خطي الشهادة والرأي جانجارو وهو الرأي جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة إمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد الإمام الشافعي أربعة أرنياس الحافظة بن حجر الأسقلين الإمام النووي أرنياس الخطيب البغدادي هذا هو كامل أرنياس الإمام الآميدي ويوجي وكنا ندى أرنياس إمام الحرمين يعني الجويني صاحب الورقات أكلم لنكو جادي صاحب الورقات الإمام بن الصلاح صاحب الأصل يعني في علم الحديث يعني يشارحي يسمي يبستيث صاحب التبصرة والتذك الحافظ العراقي وكنا ند الشهادة إلى ثنين على الأقل ثنين الدليل في القرآن في الآية مئتين وثنين وثمانين من صورة البقرة مسألة الأخيرة ند التعديل والجرح قال ترى يذكر السبب أم لا سكدين صباح ثق مسألة العدد ثق مسألة السبب القاضي الباقي اللاني الناد يكفي الإطلاق فيهما في الشهادة والرواية يكفي بشرط أن يكون ذلك من أئمة المعتبرين ونبل مثلا صيغر يصنفذ يصنفذ يقر ما نشفح في مجال القضاء فهذه الرواية إلا قان السين نسى دناوية الدين النغ وممن دفظ مثلا ينما يحيى بن معين ما دفظ مثلا علي بن المدين اللي هو الشيخ البخاري امقرنك امقرن رب بني قارن صدق ولكن صنعان الحرفان يكفي لا نطالبه بالسبب إنه بركة ينذك ستوسر يصريث يصريث الرأي الثاني يذكر السبب في الجرح والتعديل الرأي الثالث ند يذكر السبب في التعديل لا في الجرح والرأي الرابع الذي انتصر له الإمام الشافعي قالك يذكر السبب في الجرح لا في التعديل خطر الأصل عدلة الإنسان المسلم الأصل أنه عادل بحسن الظن مسائل يظن تنس قردش إن شاء الله نناقشها في المجلس القادم إن شاء الله وقدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته